اللي بعافية السنة دي بعافية لأ مفيش برج بعافية مفيش برج تعبان ان انا اقول ان هو بعافية او ان هو حتى برج الحوت برج الحوت عنده حزوز جياله كويس برج بعافية لا انا عاملة تحذير للأبراج من حاجات معينة انما مفيش برج اقدر اقول ان هو تعبان لدرجة ان هو اكتر برج بعافية لا طيب الحمل الحمل من 20 مارس ل20 إبريل سنة محملة بالفرص عمليا وماديا وعاطفيا قدرة الحمل على الإنجاز والوصول لأهدافه بنجاحة تبقى أكبر في النص الأول من سنة موطن قوة الحمل في 20-23 إنك تعتمد على نفسك يا مولود الحمل مش على حد تاني وإنك لا تخجل أو تتواضع أمام نجاحك وتميزك افرح بنفسك وافتخر بنجاحك أكبر تحدي ليه لبرج الحمل هو إنك تقدر تنسى اللي فات ما تقلبش مواجه على نفسك لإن لو ذكريات الماضي سيطرت عليك هتضيع منك الفرص الاستثنائية اللي فعلاً هتجيلك استنادي وهتجيلك على مدار استنى كمان مش بس النص الأول لإن المشتري حيخرج من عنده يدخل في بيت المال بالنسبة له مهم جداً إن خلال نجاحك العملي المادي الاجتماعي العاطفي الدراسي إنك تعمل حدود وخطوط في علاقاتك وإنك تفرض على الآخرين احترام خصوصيتك ومساحتك لإنك هتحتاج كامل طاقتك وتركيزك وهدوءك لتحقيق إنجازك اعتبرها أهم سنة وأهم وأفضل فرص هتجيلك واللي ممكن ما تتكررش تاني في وقت قريب فخصارة إنك تضيعها أهم شهور بالنسبة لك من يناير لأول أسبوع في مايو ومن يونيو لنص أكتوبر والحمل عنده فرصة في 23 يعني فرصة عظيمة كل الأبراج ستذائي بس في تحذيرات يعني في تحذيرات لكل برج تجنب ده تضمن إنك تاخد حظوظك كلها أتور مراشر